انتم رجالة وقدها ووثق فيكم مش هتصدق اللي قالوا الخطيب للعب الاهلي قبل مباراة في لومننسي بكأس العالم تعالوا نشوف قال لهم ايه انا وثق فيكم وعارف انكم رجالة وعايزين تفرحونا ووثق من المكسب وانكم هتفرحوا الجمهور اللي مش مبطل تشجيع لكم لعبوا لعبكم وما تخافوش انتم النادي الاهلي اقوى فريق في افريقيا وتقدروا تكسبوا اي فريق لو لعبتوا لعبكم دا كان كلام محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي وجهه للعب فريق كرة القدم قبل مباراة النهاردة المرتقبة قدام فريق في لومننسي في نصف نهائي كأس العالم من الاندية فالاهلي تأهل لنصف نهائي منديال الاندية بعد ما اكتصح فريق اتحاد جدة بسلاسية مقابل هدف في مباراة ربع نهائي وكان برضو الخطيب وجه لهم كلمات فرقت معاهم قبل المباراة علشان كده بيبو حرس انه يتكلم مع اللعيبة قبل مباراة النهاردة المهمة وقال لهم لعبوا لعبكم وما تخافوش من اي حد لان الجمهور مستني منكم كتير مباراة النهاردة فعلا مهمة لان دي تعتبر فرصة الاهل الاخيرة في التأهل لنهاء البطولة لأول مرة في تاريخه لان بداية من الموسم اللي جاي هيتم تغيير نظام البطولة وهيشارك فيها 22 فريق ومش هيكون سهل بالنسبة للاهل انه يتأهل للنهائي علشان كده التركيز هيكون مطلوب من لعبة الاهل في مباراة زي مباراة النهاردة لان الاهل كان دايما بيواجه في نصف النهائي بطل اوروبا ففرصته في التأهل للمباراة النهائية كانت بتبقى قليلة لكن المرات دي اللي القرعب تبعد الاهل عن طريق بطل اوروبا في نصف النهائي علشان كده الكل مستني مباراة نصف النهائي قدام فريق في لومنينس النهاردة لان لو الاهل فاز فيها هيقدر يتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس العالم من الاندية ويواصل مشواره التاريخي في البطولة دي اللي الكل بقى طمعان في التأهل ده وده طبعاً من بعض الأداء العظيم اللي قدمه الفريق قدام فريق اتحاد جدة في ربع نهائي أما لو الأهل خسر هيكون لسه فيه قدامه فرصة تحقيق ميدالية ربع لأنه هيلعب على مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وفي حالة فوزه هيحصد رابع ميدالية برونزية ليه في المونديال علشان يؤكد رقم المسجل باسم قونه أكتر نادي عربي وإفريقي ما حقق ميداليات في المونديال بس الجمهور نفسه طبعاً إن لون الميدالية يتغير ويلعب على الزهب أو الفضة علشان يقابل فريق منشستر سيتي في المباراة النهائية كل دي أماني وتموحات لعبي وجمهور النادي الآلي قبل مباراة النهر ده اللي هيتأكد من بعض نهايتها إذا كان الفريق هايقدر يفوز ويتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه ولا هيواجه شبح الخسارة ويلعب على برونزية جديدة طبعاً الجمهور نفسه في سيناريو خيالي يؤهل الأهل من خلاله للمباراة النهائية ونفسه إن الفريق يقدم أداء مميز زي الأداء اللي قدمه قدام فريق اتحاد جدة في مباراة رابع نهائي وده لإن لو الفريق تأهل ده هيعود بفايدة كبيرة سواء من الناحية المادية أو الناحية النفسية وكمان الجمهور هيهدى على الجهاز الفني ومش هيوده له أي انتقادات خلال الفترة اللي جاية علشان مباراة النهاردة مفترق الطريق الأهلي